بشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية الشركة الرائدة في إدارة الأصول نظبت بورصة البحرين بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط ورشة لعلاقات المستثمرين تحت عنوان تعزيز القيمة من خلال الاستدامة حظر الورشة أكثر من أربعين ممثلا من العاملين في مجال علاقات المستثمرين من مختلف الشركات المدرجة بالبورصة ومجتمع الاستثمار خلال الورشة بحث المشاركون تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة للشركات في المنطقة ونتائج استطلاع الرائلة أجريت من قبل جمعية ميرا حول إقبال جهات الاستثمار على الأسهم في منطقة الشرق الأوسط والاتجاهات السائدة حول علاقات المستثمرين ومتطلبات الإفصاح وقد تضمنت الورشة حلقة نقاشية بمشاركة المجلس الأعلى للبيئة وشركة بابكو أنرجيز وكي بي أم جي البحرين وبهذه المناسبة قالت مروى مسقطي مدير أول إدارة التسويق والاتصال في بورصة البحرين وعوضه جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط أنهم يتطلعون إلى مواصلة تعزيز الاستدامة وعلاقات المستثمرين في مملكة البحرين ويسعون إلى مزيد من التعاون لتعزيز فرص النمو لمتخصص علاقات المستثمرين في سوق رأس المال والآن نترككم مع أداي أسواق المالية الخليجية أكد صعدت الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان أهمية الاقتصاد الرقمي في وقتنا الحالي جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي الذي استضافته مؤخرا وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين يمثل الاقتصاد الرقمي حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وقد يصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 وبالتالي هناك حاجة كبيرة للانخراط في هذا الاقتصاد الذي يمثل كل مناحي الحياة في يومنا هذا هناك مبادرات متعددة للاقتصاد الرقمي من ضمنها جلب الاستثمارات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي من ضمنها رفع كفاءة الشباب للتسلح بمهارات الاقتصاد الرقمي ومنها كذلك مبادرات لها علاقة بالتشريعات والقوانين التي تسهل عمليات الاقتصاد الرقمي منظمة التعاون الرقمي هي أحد المنظمات الرائدة التي تسعى عن طريق أعضاء هذه المنظمة لتبادل الخبرات للمشاركة في المبادرات لتوسعة الاقتصاد الرقمي في دول الأعضاء للمنظمة على النوع صندوق العمل التمكين اختتام برنامج الرواد الشبابي المشروعي في نسخته الثامنة وذلك بعد عقد فعالية العروض التقديمية الختمية للمترشحين النهائيين في البرنامج حيث بلغ عدد المترشحين النهائيين في هذه النسخة أحد عشر فريقا وذلك بعد اجتيازهم بنجاح ثلاثة مراحل أساسية للبرنامج يهدف هذا البرنامج إلى دعم الشباب البحريني المبتكر في استثمار أفكاره الريادية وتحويلها إلى مشاريع تجارية واعدة تسهم في ترك بصمة واضحة في الاقتصاد الوطني عبر خلق العديد من الفرص الوظيفية من جانبه أكد سيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو لدى صندوق العمل التمكين على مواصلة الجهود في دعم الشباب البحريني المبدع عبر توفير الدعم اللازم للرياديين وأصحاب الأفكار والمؤسسات الناشئة والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة